من عق أباه عقه ولده أمر يعني مسلمات بروا أباءكم تبركم أبنائكم مسألة سبحان الله يقال أن ولد يعني جر أباه إلى أمام باب البيت ثم ألقاه فالناس اجتمعوا لقالة ركوه صنعت هذا مع أبي منذ ثلاثين عاما سبحان الله كما تدين تدان والذي كان يصنع لأبيه طبقا من خشب بالضبط كده وله ليه أبويا تعمل لتعط الجلدي في طبق خشب ونأكل في أطبق نظيفة فالأب أحرج لم يجد إجابة لأني أحبه قاله أنا أبي أحبك عندما أكبر سوف آتي بطبق أسوأ من هذا أطعمك فيه كما تدين يقال في معارض الدعوة أن كان مقابر في مقابر في يبدو في العراق في عصر بعد تابعي التابعين يسمعوا الناس منها نهيقا كل يوم عصر كل يوم العصر يسمعوا كيف نهيق فسألوا قبر من هذا قبر ولد كانت كل ما يجي وقت الصلاة تقول لي يا بني الصلاة يقول أنهقي نهيقك هو هتنهق وضع لنا الصلاة فتحول قبر بهذا المطول نسأل الله السلام فأنا أريد أن أقول بر الأباء بر الأمهات يجلس يمكث في الأمر الثاني المال الحلال مرتبط بقضية البر والعقوق الرزق أي مال شبهة يظهر العقوق أي مال حرام يظهر العقوق والتمرد أي مال حرام لابد من عقوق وتمرد لأن المال الحلال هو الذي يعطي سكينة للنفس طيب مع سيدنا نوح مع سيدنا نوح هذا ابتلاء ابتلاء لسيدنا نوح هذا ابتلاء لسيدنا نوح لرفع درجاته لأن الولد تمرد تمرد غير طبيعي يلطي مالوش دعو بأسباب من تلقائي نفسه عشان في نقطة عارف قصة ابن سيدنا نوح دي اللي عنده ولد عاصي أو عاق أو مش ولابد والأب بذل كل ما يستطيع من عمل خير والولد صغير ولكن والد تأبى وتجبر على أبيه يكون لهذا الوالد قدوة وأسوة بسيدنا نوح أن يصبر وأن يحتسب لأن هذا ابتلاء من الله أنا عملت العلاية أتيت بأموال حلال ربيت الولد علمت القرآن وعلمت المدارس عملت ما يعمل لأن تبخل علي ولم أقصر ولم أتوانى ولكن ولا الطلع متمل طبيعته كده سبحان الله هذا ابتلاء هذا ابتلاء هذا ابتلاء شديد لهذا الأب يعني إذا وجد عقوق في بيت فليراجع رب البيت منبط رزقه من أين ده الأمر الأول الأمر الثاني أن لا يكون ظالما الأب ويقتص منه أنت ظالم أنت بتظلم الناس طيب خذ وهذه فلذة كبدك سبحان الله لا يرقب فيك إلا ولا ذمة هذا سبحان الله فده الأمر الثاني الأمر الثالث سبحان الله العظيم أن العبد لا ينسى أن يدعو لأولاده وأبنائه في كل وقت وكل حين الدعاء مستجاب لأن الدعاء على الولد أيضا مستجاب أيضا يعني الدعاء له مستجاب والدعاء عليه الدعاء الوالد الوالدين على ولدهما والعذب الله يا رطيف بس من رحمة الله الله لا يستجيب للوالدين ساعة غضب من رحمته يؤجلها لا يؤجل يعني الله سبحانه يقول لك لا يستجيب له سبحان الله بس الله لا يرضى إذا استمر الولد مع العقوق الله لا يرضى لكن الله يعني لا يستجيب له لأن بعد ما يهدأ الأب والأم يعملوا روح يجي لك السيارة خبطته حصل أنه كثته الجمع أو حصل مصيب من الذي يموت معه أمه هو أبو اللي دع كرم الله سبحانه وتعالى حتى في المثل يقال لساني يدعو وقلبي يقول بعد الشر وبعدين مثل النطيف يقول أنا أدع على ولدي وأكره اللي يقول أمين لا تجاوزوا اللسان هل له كفارة يعني من عق والديه كفارة والبر بس لا كفارة حتى يرضى يعن زي الشرك هل هو كفارة نعم يقلع عن شرك ويشلم بس عمل واحد العقوق البر